تخصيص فريق خبراء ماليين أمريكي لتنظيف البنك المركزي العراقي من الفساد هذا ما كشف عنه موقع تلجانس أونلاين الفرنسي المعني بشؤون الاستخباراتية حيث أكد تكليف وزارة تلخزانة الأمريكية تشيب بونسي المدير السابق لمكتب للسياسات الاستراتيجية لتمويل الإرهاب والجرائم المالية بترأس الفريق لما يملكه من اطلاع شامل على ملفات العراق المالية وما يتعلق منها ضمن ما يسمى بنظام الصرف الصحي لبيع العملة وهو أكبر ملفات الفساد بتهريب العملة إلى إيران ومنذ مطلع العام 2023 دخلت واشنطن على خط أزمة تهريب الدولار لخارج العراق وفرضت شروطا على البنك المركزي أبرزها خضوعه لنظام السويفت العالمي وتقليل مزاد العملة الذي تراجعت مبيعاته من 300 مليون دولار يوميا إلى نحو 30 مليون دولار فقط قبل أن تعاود الارتفاع بعد أشهر قليلة فقط كما فرضت أمريكا عقوبات على 14 مصرفا عراقيا بسبب تورطها بتهريب الدولار فيما قام البنك المركزي العراقي ببيع وشراء الدولار لمصارف تابعة لسياسيين وأحزاب متنفذة بمبلغ يصل إلى 4 مليارات ونصف المليار دولار خلال شهر واحد فقط حيث كشفت هيئة النزاهة في نيسان الماضي عن منح البنك المركزي قروضا كبيرا لأصحاب المصارف الخاصة تم استغلالها من قبلهم لشراء الدولار من مزاد العملة وليس لإنشاء مشاريع استثمارية كما كان مقررا مقابل حصولهم على القروض وفشلت زيارة محافظة البنك المركزي علي العلاق إلى نيويورك الأخيرة بعد عودته منها خالي الوفاض لعجزه عن رفع العقوبات الأمريكية عن المصارف المتهمة بتهريب الدولار خلال مناقشات مع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي طالب بالمقابل تدقيق نشاطات المصارف بالعودة إلى ثلاث سنوات سابقة لعدم قناعته بتبريرات العلاق الذي ما زال البنك المركزي يطرح تحت إمرته نحو 270 مليون دولار يوميا في مزاد العملة وهو رقم أجمع الكثير على أنه خطير لأنه لا يتطابق والإحصائيات القمركية بشأن السلع الداخلية في العراق ما يدل على أن عمليات التهريب وتبيض الأموال مستمرة بلا هوادة